اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعة تليفزيون اليوم السابع في كل مكان فيه تغطية خاصة من اول بكرة الحد هيتم رسميا الغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية طبعا ده خبر مهم جدا وخطوة غاية في الاهمية بتيجي ضمن مبادرة تحسين العلاقات التعقدية اللي بتدعم رؤية وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية واللي دايما بتعمل هذه الوزارة على بناء سوء عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل بشكل مستمر تفاصيل كتير جدا عن هذا القرار او الخطوة المهمة جدا دي طبعا اللي هتدخل حيز التنفيذ من اول بكرة هنعرفها خلال تعطيتنا مهم جدا ان احنا نقول ان بحسب الاحصائيات فاجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 8.440.000 عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019 في حين بلغ عدد الاجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.480.000 عامل والحقيقة انه من نوفمبر اللي فات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اطلقت هذه المبادرة وبتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية اولا خدمة التنقل الوظيفي وتطوير اليات الخروج والعودة والخروج النهائي وبتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة بتراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية طيب المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية هيقدروا ازاي يستفيدوا من خطوة جديدة ومهمة زي دي خطوة إلغاء نظام الكفيل زي ما كلنا عارفين من السعودية فيها حوالي 2.900.000 عامل مصري وكمان في منهم اللي بالأسر بتاعتهم الإلغاء هيعطي الحق للعامل المصري في الانتقال من عمل لآخر وصاحب عمل آخر دون الرجوع للكفيل ومن غير كمان الحصول على موافقته كمان ها يمثل إلغاء فرصة كبيرة للعامل إنه يحقق الاستقرار باستحاب أسرته معاه طبعا كان الكفيل بيتحكم في هذا الأمر بشكل كامل جدا كمان الإلغاء إلغاء نظام الكفيل هيقلل المشاكل والشكاوة اللي كانت بيواجهها العمال من صاحب العمل من تأخير الرواتب بقى وزيادة ساعات العمل وغيرها من شكاوة انتهاك بعض الحقوق اللي كتير منها كمان بالمناسبة منظور أمام القضاء طيب خلينا نكمل معاكم في المزايا الخاصة بإلغاء نظام الكفيل إلغاء نظام الكفيل هيعطي فرصة كبيرة أمام العمالة المصرية لتحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كتيرة في العمل الأصلي كمان هيعطيه محرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة وفقا للقوانين المعمول بها كمان بيستهدف النظام الجديد إيجاد حل عاجل المشاكل بين العمال الوافدة وأصحاب العمل في المملكة واللي شهدت جدل واسع خلال السنوات اللي فاتت منذ تشريع نظام الكفيل من أكتر من سبعين سنة من أكتر من سبعين سنة والمملكة العربية السعودية بتعمل بهذا النظام وفكر حضراتكم مرة تانية أنه بداية من بكرة الحد هيتم رسميا إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية طبعا خبر مهم وغاية في الأهمية بتيجي ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعقدية اللي بتستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في السعودية واللي دايما بتعمل على بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل وفي تفاصيل كتير جدا نتكلمنا فيها مع حضراتكم بتيجي تحت هذه الخطوة المهمة اللي هتبدأ حيز التنفيذ من أول بكرة إن شاء الله الحد طيب انتهت تغطيتنا بعد ما قلنا لكم كل التفاصيل الخاصة بإلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا واستنونا دايما في متابعة كل جديد في تغطيتنا على مدار الساعة شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء